بدي أبلش أحكي أنه بلشت الرحلة تاعتي لما إجتني الفرصة عن أدرس ماسترز بالسيراميكس بتخصص السيراميكس بهنغاريا فثرو الإكسبرينز تاعتي كانت لمدة سنتين اكتشفت أنه أنا لقيت حالي اكتشفت أنه الفن يعني شيء أنه أنا هون بدي أكون هون شو كنت دارت قبل الماجستير؟ عملت غرافيك ديزاين بالأمريكية بمعذبة هون وبعدين طلعت لي هاي المنعة يعني برضو كله فنون كنتي بالتصميم من أول ما بلشت المشوار يعني مزبوط تمام فيعني بس خلصت الماسترز لقيت حالي وقيت شغفي وقررت أني أبلش مشروعي الخاص وقررت أنه أرجع على البلد عشان يعني ناس حرفيين من البلد يعملوا شيء مختلف مختلف عملت إنترنشيب باليونان قبل ما أجي لهون نعم وبعدين بلشت خطوات صغيرة لو وصلنا لهون نعم يعني كمان ربما اليونان إلها خصوصية مصممين بها كثير دائما عندهم يعني خيارات كبيرة وعديدة من التصميم سواء السراميك أو سواء أي شيء آخر مزبوط أخيرا في يوروب تحسي أنه هم بيقدروا أكتر الهاند ميد وفيه أرت أكتر يعني من بلدنا هون نعم يعني اليوم عم نقول عن مشروع بلش بوراه صار فيه خبرة وصار فيه دراسة لأنه أنت درستي وصار عندك خبرة هذا المشروع هو قطع يعني زي ما إحنا شايفين على الهواء مباشرة قطع سراميك ولكن بتم التعامل معها ببعض النقشات اليوم كيف تختار تصميمك سيلين؟ هلأ يعني أغلب الكولكشنز تعوني الإنسبريشن تاعي بيكون من النيتشر كمان إنه فيه جيوماتريك شيب كما شايفي هون يعني عادة الإلهام بيجي من الطبيعة من الفصول الأربعة من الفصول الأربعة نعم يعني خلينا نمسك هذي الأيتم هذي عبارة عن إيش أنا يعني شايف اللون الأخضر جميل جدا ولكن فيه تداخلات مع ألوان أخرى فحطينا أكثر عن هذه القطعة هلأ كل قطعة يعني بتقدر تستخدمها أكثر لعدة يعني استعمالات فبتقدر إنك هاي تحطي عليها مثلا أكل عشان هي محطوط عليها جليز فهي فوت سيفتي وكما بتقدري تستخدميها مثلا كإنك تحطي عليها الجوليري بتستخدميها بس للعرض يعني فيه عدة أشياء كمان عم نشوف ربما هذي أشتري أشتري أو يعني ممكن كمان تكون صحن يعني بطل الناس يعني الحمدلله إن شاء الله يكون التدخين قل مش كتير قل بس يعني خلينا نكون متفائلين أد ما بنقدر يعني هذي جميلة جدا وبرضو فيها تداخلات ألوان جميلة فأنتي اليوم كيف بتقرري إيش هي الألوان اللي بدك تدخليها ببعض هلا أنا باستخدم زي أكتر من تكنيك بالتلوين باستخدم الأكاسيد وباستخدم الألوان العادية وبحاول إني أخلط حسب إيش الإنسبريشن تاعي وإنه شو بزبط على هاي القطعة وأوقات بعملوا راندم لي يعني مش كل إشي بيكون مخطط له مية بالمية يعني بتشوفي بلاحظتها 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 بتأخذك يعني هذي برضو جميلة جدا هذي أكيد استخدامات أن هي تكون تحفة فنية يستمتع فيها الشخص ولما يشوفها قدامه ولكن هون شوي ربما كنا عم نحكي على الفصول الأربعة هون ربما شوي أنتي كنت رايحة على الخريف أكتر صح؟ صحيح الألوان الخريفية يعني بحاول إني كل سيزن أعمل إشي شبيه إلو عشان رضلني مواكبة نعم كيف شفتي التقبل الناس لهادي المشاريع يعني اليوم عم بتكونوا موجودين سواء بملتقى الإبلاع أو بتكونوا موجودين أيضا بأماكن أخرى كيف شايف التقبل للناس اليوم كيف لألناص عم بيجو عندك على المنطقة اللي أنتي موجودة فيها وبتفرجوا على أغراضك شو بسألوكي شو بتحسي أكتر الأسئلة اللي بحبين يعرفوا فيها أكتر هلا أول إشي حسيت إنه كبداية من أول ما بلاش كان كتير تشالينجين الموضوع إنه الناس يفهموا أكتر شو السيراميكس يقدروا أكتر الشغل اليدوي كنت أحس إنه هذا الإشي شوي صعب إنهم يعني يقدروا بس لما بلاش أشترك بالبزارات وعملت أكتر من مقابلات والناس صاروا يشوفوا القطاع على أرض الواقع تحس فيه تأدير صار عندك زباين بالزرط صحيح صار فيه تأدير أكتر لما يشوفوا القطاع طبعا تختلف نظرتهم عن الصور عن التصوير وبدي أشوفها يعني خارطة فلسطين جميلة جدا أعطيني إيها بعد إذنك هيك خلينا نشوفها بتماعهم هادي ممكن إنه تلحط على الطاولة بس ممكن كمان إنه أيضا تتعلق مزبوط نعم يعني إحنا عم نشوف مؤخرة العديد من التصميم الجميلة اللي بتحمل أخارطة فلسطين وكل الرموز اللي الآن أصبحنا عم نشوفها ولكن أنت بتميلي أكتر إنه قطعك السيرماكية تكون قطع فنية موجودة في المنزل ولا بتحب إنه تكون يستخدموها الناس سواء زي اللي شايفينه هون أو سواء زي هذا مثلا برضو ممكن إذا بدك تعطيني إياه نشوق فرجي بتفاصيله يعني هذا ممكن يستخدم أيضا لبعض المكسرات واستخدم أيضا لشيز بلاتر أو للجبن واستخدم للمعجنات أو للتضييف فإيش بتحبي أكتر يستخدموا السيرماك تبعي؟ حلا أنا بحس لما أعمل الإطعاب يكون إنه إلي هدفين فيها إنه هدف تكون إطعاب ممكن إنها تنعرض وإنه كمان تستخدم يعني فالاستفادة منها من الجهتين يعني إن كان للعرض أو إن كان لل إنك تستفيد منها وتحط فيها بأشياء فأوث أنا يعني طب تارفي يعني دائما نسأل على نفس السؤال هذا اللي هو التحديات اليوم إيش أكتر الأمور اللي تحدثت اليوم سلين كرمال تعمل مشروعها وما زالت ربما تتحداها لليوم صار فيه كتير تحديات معي وزي ما قلت لسه فيه تحديات ومع مرة رح تخلص لما تبلش مشروع من التحديات التكنيكية هي مع السيراميك هو يعني العملية تاعته كتير طويلة وفيها مراحل عديدة فممكن أنه تتكسر القطعة يصير فيه مشاكل بالفرن بالألوان وإلى آخره هاي من التحديات التكنيكية نعم بس التحديات اللي حسيتها من خلال مسيرتي اللي هي زي ما حكيت لك إنه الأورنس للشعب الأردني إنه يقدر الشغل اليدوي ويعني يفهم شو هو السيراميكس يعني أو إنه يتفتح أكتر على الأشياء الفنية ويصير فيه تأدير فكان شوي هذا الإشي من التحديات نعم وين شايف حالك بالمستقبل سيلينا عزيزتي يعني كيف بتشوفي هذا المشروع كيف بتشوفي ممكن يكبر هذا المشروع اليوم أنتي حابة إنه تكوني برضو هيك تعرض خلال الأونلاين بس وخلال البزارات وإلا حابة إنه يصير مشروع كامل ليستفيدوا منه الكثير من الفتيات والشباب طبعاً أكيد فيه دراق يعني فيه بلانز إنه أول إشي أبلش إني أدرب كمان على هاي الحرفة وأعطي لناس فرص إنه يدربوا على حرفة معينة ممكن تخليهم يشتغلوا فيها لاتر اون كمان إنه بحب إن كتير أتوسع عالمياً هلأ أنا ببيع باليونان كمان وإن شاء الله يعني هيك عالمياً يصير عندي غالري ووركشوب وإلى آخر هي يعني كله ستب باي ستب يصير طب النصيحة هيك اللي ممكن اليوم تحكيها لكل من يتابعنا وحابب أنه يفتح هذا المشروع ويفتح مشروع خاص أو يبدأ بدراسة شيء هو بحبه أو يكمل على دراسته نصيحتي إنه It's never too late يعني ما أنا لما كنت قبل ما أبلش بهذا الحكي كله كنت أشتغل بشيء كتير مختلف بس كان دائماً عندي جوا إنه زي شغف في الفن فيعني هلأ أنا يعني بلش هذا الإشي على يعني عمر شوي أكبر فأنا هذا اللي كنت بدي أحكي للناس إنه أي شي عندك إياه شغف أو بدك تبلشي بس بلشي وتمشي إن شاء الله الأمور يعني 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 الناس لما تشتغل قد ما تشتغل كتير رح يجيها الفيد باك صحيح صحيح لا وبعداً أنت ما رح تارفي يعني المتعة دائماً بقولوا المتعة بأي شيء بتعمليه هي الرحلة هي المشوار هي الطريق سواء كان فيه عقبات تحديات فهو جزء أيضاً من الرحلة وجزء من التعلم الجميل اللي بغير فينا وبطورنا شكراً جزيلاً لإلك سلين وكل التوفيق عزيزتي وكل التوفيق أيضاً في بزار ملتقى الإبداع اللي زي ما حكينا رح يكون خمسة وستة وسبعة إذن إحنا هيك منكون وصلنا لنهاية هذه الفقرة شكراً للمشاهدة